في مسألة مهمة جدا زادبورد سياسي وتاريخي ولعل الحياة السياسية في السودان يعني كانت حافلة بالكثير جدا من القضايا وضمت الكثير جدا من الزعماء والقيادات التي عرفت على مدى التاريخ السوداني منذ الاستغلال وحتى يومنا هذا الحزب السويعي السوداني معروف انه من الاحزاب الكبيرة على مستوى العالم وعلى مستوى افريغيا وعلى مستوى دول العالم الثالث خاصة في حغبة الستينات حيث سطع نجم هذا الحزب وكانت له قاعدة عريضة من المتقفين ومن المهنيين ومن النغابات وخلافه وكانت السيطرة الاعلامية ولعل السيطرة الجماهيرية في اوساط المتعلمين والمتقفين كان لهذا الحزب النصيب المقدر والكبير في ذلك الوقت ولان الامر يتطلب ان نراجع الدفاتر وان نقلب احداث الماضي القريب والذي عاصرته الكثير جدا من الاجيال الموجودة الان خاصة من اهلنا الكبار المتقدمين في السن او من الرجال والنساء الذين واكبوا تلك الفترات فترة الستينات والسبعينات وواكبوا ايضا الاحداث الكبيرة ولعل من اهم تلك الاحداث كان انقلاب 25 مايو عام 1969 والذي اتى بعد فترة ديمقراطية او ما عرفت بالديمقراطية الثانية والتي شهدت شد وجزبي بين القوى السياسية خاصة القوى اليمينية التي واجهت اليسار ممثل في الحزب الشويعي فيما عرف بالتصريحات التي ادلى بها احد الطلاب فيما احدى المعلمين العالي دفع بالقوى السياسية ان تعتبر تلك التصريحات مسيئة وحسبت على الحزب الشويعي باكمله فحدثت تداعيات كثيرة جدا ادت الى طرد الحزب الشويعي من البرمان وابعاده من الحياة السياسية فتوفرت عوامل استخطاب حاد ربما هيئت الاجواء لانقلاب عسكري وهو انقلاب مايو والذي حسب كانقلاب قام به عسكريون بالتحالف مع الحزب الشويعي او يعني هناك اتهام كبير بهذا المعنى نحن سنقلب دفاتر تلك المرحلة باحداثها وبتداعياتها وبدمائها وبمواجهاتها ومحاكماتها مع شخصية كانت قريبة جدا ولعلها توأم لسكرتير الحزب الشويعي السوداني الراحل عبدالخالق محجوب والذي ايضا كان شخصية عالمية في الاطار الاستراكي وفي على مستوى الاحزاب الشويعية العالمية كان للرجل مكانة كبيرة وموقع متقدم جدا هذه الشخصية شخصية عبدالخالق انا اعتقد انه لم يتم الحديث حول تفاصيلها بعد بشكل مطلوب ولعلنا في هذه الحلقة مع توأم عبدالخالق محجوب نقلب الدفاتر ونتعرف على الخاص والعام لهذه الشخصية يسرني جدا ان ابدأ حلقاتي هذه مع توأم عبدالخالق وهي الاستاذة نعمات مالك حرم الراحل عبدالخالق محجوب واقرب الناس الى قلبه والى عقله ولحسن الطالع فهي تحمل صفتين صفة زوجة وصفة عضو في الحزب الشويعي مرحب بك استاذة نعمات مالك اهلا وسهلا يا مرحبا اه يعني احنا سعداء جدا بانك تكون معانا وتفتح لنا قلبك وعقلك ايضا كي اه يعني نتحدث ونوسق لتلك المراحل المهمة شكرا جزيلا افتكر قلبي مفتوح وعقلي يعني على بعد العمر ده مفتوح الى حد فلنقل لكن الاحداث القديمة يعني مختزناها اول حاجة انا دار اشكركم وانا جيت رغما عن اشياء كثيرة كان ممكن تمنعني لاني وعدتك وانا محتدت اني اخرب بوعدي نعم لانه بافتكر ده تمليك ما كان حادث في تلك الفترة والتخبية تحديدا عن عبدالخالق ده حق الشعب السوداني ان يعرفه من حقه انه يعرفه والواحد بافتكر انه صح انا بكتف كتبته مذكراتي ولكن دارا تكون ابتديت يعني لغاية اخر لحظة لكن ما معروف تمرك ولا ما تمرك ولا غيره فيبقى يعني قد اكون كمان خرفته شوية وبعد شوية وبالتالي من حق الشعب السوداني انه يعرف الحاجات دي نعم وانا في مجيئي وقعدتي دي وحديثي بتحدث كنعمات مالك زوج عبدالخالق محجوم كأسرة وليس كعضلين مركزي للحزب الشيوع السوداني نعم صحيح يعني احنا لا يريد انك تتكلم ايه زي ما قلنا في الخاص اكثر ولكن الخاص يتدخل مع العام لذلك الاسئلة هي ستكون اسئلة معتبطة بانعكاسات العام على الخاص يعني الفكرة كده يعني طيب يا استاذ النعمات اه يعني انا هكون صريح معك جدا جدا بحسب بحسب هذه الاعترافات مهم وبعتقد انه اه فكرتنا هي اقرب للتقويم واغرب للمراجعة واغرب لاكترار الاحداث وتملك المشاهد الكريم والاجيال الجديدة معلومات مهمة حول هذه الشخصية ومرتبط بهذه الشخصية من خلال العمل العام انا حدو معك بالخاص اين التقيت بالراحل عبدالخالق محجوم لأول مرة ومن ذلك اللقاء انا قصدي المدخل اللي خلق العلاغة الخاصة اللي ادت الى الزواج بعبدالخالق محجوم شكرا انت حددت السؤال تماما اول حاجة موضوح تقيم ده يتخيل ليه الزواج بيقول الحاجات والتقيم ده بيخضع الشعب السودالي كورتو من حق الناس يعني ان يقيموه لا انا بقدر اقيمه لا زول فينا بقدر اقيم التقيم ده متروك على حسب الافادات شان كده انا هكون واضحة جدا وامينة وصريحة في الحدود المعقوبة ولو فيما يا سادة الاعتراف نعترف نعترف هو انا شفت كلمة احتراف دي طوالب تودينه غاصلة ناس سنة جاي من محكمة يعني قصة احتراف دي طوالب بدي ادخلك في القصة بتاعتيت في محكمة مدان وكده تقول بيعترف ده بيعترف عطا بخطأ لكن فلنقول يعني تمليك حقائق تمليك حقائق او يعني تفاصيل غايبة عن الناس وعاوزين نكشفها كويس فاول مرة التقيت بيعدد الخارق الحقيقة رغم عين اخته كان الزميلتي وكانت يتكلم عنه كتير لكن اطلاقا ما لاقيته حتى كنتم مشلون في البيت ولا اول مرة يعني الاقيه كان من خلال ندوات كان بتقوم في الشهر على الاربعين اسمها ندوة الاربعاء كان بيعمل عبدالخالق يعني بيتحدث عن الشي الحاصل في الساحة القضايا السياسية يعني وما الى ذلك فانا لاقيته هناك كان اول مرة جيت خاشي انا وبعد ذاك اللي ترقون عرفت انه مع دخلتي هو استفسر يعني زولة الجاد دمنه كده وبس دي كانت الحكاية ايه الشي التاني اللي خلاها تاخد شيء عشانا قابل شخصيا يعني ما فيه ندوة كان للغرائب الامور يعني مرات الصدف يعني بتساعد من حظي انا سعادتني انه التلفون كان واحد وخمسين سفر واحد تسعين وقتها كان بس من اربع ارغام التلفاء بتكون كده وهو اتنين وخمسين سفر واحد تسعين فكان كثير جدا وانا عندي اخوت اسمه هودا واخو اسمه عبدالخالق فكان كثير بتكي تلفونات داير هودا لانه عنده اخوت اسمه هودا وعرف علي انه التلفون دا يعني نحن عرفنا انه التلفون عبدالخالق مشتبك معانا ومتقارب بالرغم وما الى ذلك فكان مرة يعني التصبي كان هو شاي الهم كان هامي بحكاية وقتها كان النساء ما بيجتمعوا مع الرجال وغيره كان في رابطة المرأة الشيوعية وجات فكرة انه يعني ليه يعني دا الوقت حان لانه وكانت الفكرة دي المتحمسة لا وجابتها الصديقة الراحلة المقيمة سعاد ابراهيم احمد فعبدالخالق كان بيتلمس الحاجات دي كان مؤيذة لكن داير يتلمس رأي الناس فيها فدالع عاوزي قابلني كان بيقابلني عن الناس كتار نعم على سئ انه يشوف رأيهم شنو فين الموضوع دا فكيلا اني بيسته ومشيت ليه فوق البيت خلت في المكتب حقه قابلته ويتكلم ويتكلمنا في الموضوع دا حيات يعني حزبية بيحتمع عندها بس دا وفي تلك اللقاء يعني كانت فيه اشارات منه واضحة برغبة في الارتباط بك والله يعني انا غايت دا حسيت كده لانه كانت في التلفونات مستمرة وكده يعني في الحدود دا الى ان تطورت القصة واصبحت الى ان هو تقدم يعني اتكلم معاي في الموضوع دا انه وكده كده جنبين جدا يا عوزي طيب اذا اذا تعرفت على عبدالخالق ويعني توج هذا التعارف بزواج هو عبدالرغبة وانت استجبتي الزواج كان تقليدي تجاوبت الحقيقة مش اش تجيبت تجاوبت تجاوبت تفاعلت تفاعلت طيب الزواج كان تقليدي ولا كان يهو على الطريقة السودانية عرس وحفلة وفنان وحنة وكذا والله كان مبسط جدا جدا غناعة يعني حتى انا اولادي زوجتهم بالطريقة دي ببتكر يعني الصرف بزخي ما في محله يعني يعني ما في لي ومعنا وعبدالخالق طبعا بحكمه وضعه يعني زول يعني محافظ شديد في الحياة الزي دي والهيلمانة والهيجة فكان حاجة بسيطة انا عملت حاجة بسيطة في بيتنا دعيز زميلاتي وانا تهليل في سني كانت حاجة مختصرة جدا توانسنا بتعشينا وغيره فبعد ذاك انتقلنا لهناك في بيت عبدالخالي ما كان في غير مجموعة من الزملاء ما في فنان ولا اي حاجة مسلا ناس كانوا قاعدين في البيت بتونسوا مجموعة من الشوعيين طبعا في ناس ما ايجب من الشوعيين لأنه كان في موقف الموقف كان شنو يعني في كلام عن انه الزواج ده يعني يعني الحزب الشميعي ناغش ومعينه حاجة خاصة فيه بوعدي خاص ناغشوا واتتماعوا ويتكلموا وفيه ثلاثة اربعة انفار ابدوا وجهات نظر القصة كانت شنو بالضبط والله القصة او ركلها مهم جدا الناس ده اتعارفة يعني من خلاله ممكن تتعلم على الشيطة عبدالخالي جبتر القصة هيصة كبيرة جدا جدا زواج السكرتير بيقة الحزب ما عنده شغلة غير مناقشة زواج السكرتير انه يعني يعني رمونا باتهامات حتى جرحوا الاسرة ككل اسرتي الحقيقة الحجمة كانت كبيرة جدا يعني هو انا اصلت فيه حياة كتيرة يعني مضايغات بصور مختلفة فاخدت ليه وكت يعني زي قلت يعني دي حاجة يعني النفس الزولة البشر ده ما عنده حدود حزب بينا كتا عراس وانا كعود كعودو حزب هلأ عروض الحزب قعدت هوازم بين الحاجات فجام عبدالخالي قال لي انت ما تنزعجي نقول ده ما خاصيكي ما مقصودة به انت سوري ده مقصود به وانا مقصود به وانا ودي عملية بتاع يعني في الاسكو بتاع اصلا بفتروا من النضار بشوفوا زبوبة زي دي اه بيتخارجي فجام في الاخر طرح موقفه كان واضح جدا قال انا يعني لازم اضع اه حاجة ثابتة موقف ثابت يكون هدئة في الحزب الشيوعي مم ان موضوع الزواج ده موضوع خاص ما من حق اي زور يتدخل فوقه ولا الحزب ولا افراد يعني وبالتالي عشان كده ضغط عن ذلك والهيصر كانت حاصلة تزوجنا وسعفرنا طوالي ممم وين كان شهر العسل والله ماشين الاتحاد السوفيتي والغارية ممم كان شهر العسل في الحدش ازاد الدين على عامر الله يرحمه طيب يا استاذ عاد خلاص نحنا كده ننتقل شوية من الخاص للعامر نعم انتي انا قصدت المدخل الخاص لانه المدخل الخاص ده هو الصندوق اللي هيكون فيه المعلومات الكثيرة اللي حنتكلم فيها في الجوانب اللي مجلغة بالسكرتير كسكرتير لحزب الشويعي وكشخصية سياسية عامة بتكون انتي طبعا بحكم الصفتين دي وخاصة الصفة الاولى بتمكن الزوجة من انها تتعرف على اشياء لانه بطبيعة الحالة الزوج في الغالب بيبوح بكل الاشياء لزوجته خاصة اذا كانت زوجة مثقفة ومنتمية لنفس المدرسة اللي هو بنتمي له انا دار اعرف حاجة محددة جدا طيب انت بتتذكري تماما الشد والجذب والاستخطاب اللي ادى لابعاد وطرد الخزب الشويعي دان احنا اتكلمنا فيه كثير نعم هل في الوقت ذات مع الاستخطاب الحد والسكرتير زوجك مجموعة الضباط مجلس قيادة الضباط بتاع مايو كان بيكتمع قبلها وبيغيم الوضع السياسي العام وبيكون يعني مدعرف على التوقيت المناسب هل عبد الخالق محجود الراحل عبد الخالق هل قبل قيام الانقلاب وانت زوجته في البيت وتابع تحرقات وبيت ورنس معك وكذا هل جات اي احساس بانه في ضباط على معرفة ودراية ونقاش وحوار مع السكتر اذا كان عندكم في البيت اذا كان في اي مكان اخر اذا كان عبد الخالق حكالك شو بقول حاجة اشكر رجع على كلمة زوجته لانه انا بفتكري انه انا ما زيت ترمض ارمض ارمضة دي زاتها ما جعلت تريد ارمضة اي ارمضة دي ما عادت بتنتهي القصة عشان تديها المجال لانها تعادستان ولم اناوية فعلي حال يعني شوف كلامك في الاول صح انه اي زوج حتى يمكن لو الزوج ما منتمي مجرد يعني ممكن لكم ليس بالضرورة الشوئية ديمقراطية مدام الزوجة في حاجات محددة لازم الزوجة يتكلم اويشة اوي رفي اويس الخاصة يعني في موقف الحزب الشيوعي موضوع فيها تأمينات موضوع فيها ريزك موضوع فيها تخوفات وكده فعبدالخارج عنده حدود يعني في الحاجة الممكنة ما لانه انك ما عرفت عمينه بعرفة بعد ذاك بفتكري للعضوية صحيح لكن غد تقول ممكن نقول لك بعرفة قبل ما تمروك باحتبار انه مش لانه دائري نعم اي في انت بتتحدث عن انقلاب بايو مش كده صحيح ايوة يعني ما هو كالسكرتين الحزب الشيوعي ولو بتتذكر البيان بتاعنا اسمائي ما كان الكلام كان بيقولوا فوق الشيوعيين صحيح البيان طلعوه نفس صحيح اتجاهات نعم 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 كان من الطبيعي يطرقوا باب سكرتري الحزب الشيوعي السوداني باحتبار انه في جاني ميري في بيتنا ما في معدة تانية في الليل ايوة قبل انقلاب ايام قبل الليلة الانقلاب يعني بكرة حيحصل يعني بتكر عبدالخير ده ما بريد القهوة واي زول بيجو كان بيحب القهوة قهوة بعض شوية حية تانية ايوة ناكس يعني مهم فبعد ما الناس ديل مرقوا ما كان براوه فالمهم فعبدالخاري بعدها جاء اه شاي الورق مش مكتبه شاي الورق كتير جدا جدا انا قاموا اللي الورق ده تعميني انا كنت حامل يعني بكده فأأمن محلة كانت بطني شيلت الورق وخاتيته جوه بطني كده ان الناس ديل حيعملوا غروا يعملوا غلابوا كده كده عبدالخاري كان بيفتكر انه وقالوا يعني وطلع بيحنا الحزب الشوية الناس كلها بتستحضروا وتتذكروا كان بيفتكر انه المد بتاع الثورة الوطنية الديمغراطية والمد الجماهيري لا ماشي ونقح ينضج بعدك شوية وده شير امثل لتغيير نظام الحكم الشمولي اول او يعني وليس عن طريق انغلاب عسكري طلع قاموا حصل انغلاب ما كان في احتمال انه غد يفشل وبالتالي كان لازم يمروا من البيت يعني لانه كان فشل انغلاب بيانه ده ما كانه ده بيان حزب الشويعي ولا سوف يقول لك الشويعين عملوا البيان عمله هو ولا الاتفاق معه ولا عنده اي علاقة بيانك كتبوهن وعملوهن طيب كويس اختفى فماشي اختفى على سنه البتاع ده غد يفشل لكن او سازة هنا قضعت شوية يعني في مغالط وفي كلام كثير جدا عنه الحزب الشويعي لم يعني يعني يقوم يقوم او يعمل هذا الانقلاب ده حقيقة طيب حزب الشويعي ما عمل الانقلاب طيب دلوقتي نميري جالي عبدالخالد ليلة الانقلاب 24 قبل التنفيذ ايوه معناه يمكن شاور ويعني اه ابدا جاب بيفتكر انه ممكن يلقى الدعم من الحزب الشويعي بما انه الكلام المقدم انه هم ماذا نفس كلامكم اه 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 هل شعرت بنوع بخالك كان راضي ولا ما كان راضي بل ليل بيفتكر انه زي ما قلت لك الطريق والشغل والتقدم بتاع المفاهيم للقيام السورة الوطنية الديمقراطية والمادة الجماهيري كان الحريات ناضج كان حينضج ماشي يعني في الخط وبالتالي ما في معنى في مناختها الحريات في المناخت ما في ده يتقطع الطريق ما في معنى يتقلب بين قطاع العسكري العلق لك بعد ما نماري ماشى هل علق لك علق تقول ناس معك شوية ما هو ده الكلام اللي كان بيقوله ده الكلام الدالي لكن البيان كتبوهم بيدالي وعد الخارج طبعا الراجل كان زكي يعني كسياسي وكشخص طوار طلع بيان يعني يوم من الحزب الشيوعي احنا لما نقول عبد الخارج كسكرتير عام للحزب لكن الشيء بيطلع باسم الحزب الشيوعي طلع بيان المشهور اللي بعده تأجيث النيران وجال العداء الخلاف برضو بيان مناغط لدك بيان انه يعني وصف الانغلاب والبرج واسم يعني وصف الانغلاب وصفا تماما وكده 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 وخدتوا شعارات الناس وابدا رفض وامتعاض يعني بحسبة انه ده ما صح ما كان صح لكن بعد ذاك يعني شوف مثلا شي العملو من الاشياء العملو خدتوا وزراء سموهن من الحزب الشيوعي السوداني عبد الخارج مكان راضي مكان راضي مش عن الناس اللي اختارون لكن بيفتكر انه ده عملية يعني ما شفي على اساس زي حل الحزب ليش؟ لانه انت ما ممكن في حزب موجود وانت بتحترف بسكرتيره وبتحترف بيوجود الحزب وعاوزه كمان اديك اعني ولاختيار ممكن يكون تماما بدون المسكرتير بدون عمل حزب بدون عمل حزب وبالتالي ده كانت ها باحتبيرها بداية مشكلة اذا بدت المشاكل هاي وبدت الحساسيات وبدت الخلافات من النقطة دي هي خلاف هي اختلاف تام اختلاف خلاف واختلافات ما تطورت يعني الانهور تطورت هاي وصلت لدرجة انه اصبحت هناك قطيعة بين عبد الخارج السكرتير يعني السكرتير الحزب الشويعي واللي انقلابيين الجدد دي يعني واضح انه بدليل انه بعد داك بدت المضايقات يعني عبد الخالق بدى يحس وانت كزوجته في البيت وعلى الحزب الشويعي عامة بدى يحس بانه في مضايقات بدت تحصل لعبد الخالق نفسه هاي بندل قلت لك قبل شوية انه عبد الخارج مع بداية الطريقة بتاع انك تسمع ناس وانت عاربهم الشيوعين وفيه الناس في الغيادة وتجيبهم في وزارة دون ده بيختار الحزب دون انهم الحزب والسكرتير عشان كده طوالة فاستر بينا دي بداية لعملية تذويب او حل الحزب وعمليا بدت تحصل لهم مضايقات اغاما يبرية متابعة مراغبة ايو دا حصلت كامتداد زي ما كان توقع من الناس الغسامين دي انه القصة عبد الخارج عبد الخارج ما فنقول لك الحزب الشيوعي عبد الخارج عبد الخارج هو غاية تيار الرفض يعني لا لا ما بد ضرورة باقي ده غرار حزب يعني ما غرار هو بتا ليه يعني غرار لا انا اقصد لك انه دي لك خدتوا لقصة مفهوم بتاع انه شنو عبد الخارج عبد الخارج ما نقول لك الحزب الشيوعي حاول الموث عبد الخارج هو المقصود يعني بس انتركزوا علي عبد الخارج الاجرات دي بدت كيف هل اقامة جبرية هل ملاحظة هل متابعة المضايقات وصل حدا نفي من البلد طيب ما انا انا متدرج معك يعني 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 بعد بيانه اللي عارض او ابده وجهة نظر في البرج وعزيها الصغيرة و و والتيار بتاع المجموعة الاخرى بدى يرسخ لفكرة انه ده عبد الخارج ده من الحزب بدت بعد ذات بعض الاجرات تتخص في مواجهته بدت الاجرات بشنو شوف اول حاجة اه جحفر محمد ده وهو زول وقتها هو رئيس انغلابي كان عنده حاجة اسمها اللغاء الشهري هاي بيجي في التلفزيون مما يقعد ده من يقوم شتيمة في عبد الخارج ده لغى المكاشفة ده كلها واحد تاني اسمه اللغاء الشهري لغاء الشهري فدي يعني خصصها ضد عبد الخارج طوالي وحتى عبد الخارج بيكون محتغل برضه هو مستغير طيب يعني عملية بتاع التعليم الموضوع التاني اه جات اذكر انه القصة بتاعة بتاعة الجزيرة ابا ده كان يعني معاليا شوفوا انا بل بس انا ضعفت دي ما ما قياف الحركات لكن الاضاءة تحت الجماعة ديلة شديدة شديدة وانا ما بحب الاضواء اولا والعيوني لا ما بتحتمل بحكم السنة فما حليش عزلوني يعني ما فلحمه ولا برج وازية ما انا متهمة باني برج وازية برج وازية مهم برج وازية برج وازية علي حال فموضوع الجزيرة ابا سنة سبعين سنة سبعين سنة سبعين دا الكلام بلاغ يرسمي لعبدالخالق انه وفينها حصلت يتحركوا منه وادنبال ويجاين على اساس الاعتداء بقصد القتل دا الكلام الجاي يعني اه لناس معينين لسته مكتوبة من ضمنها لسته غريبة عبدالخالق فالمهم هو وصل الكلام اقام اذكر لا الساعة بيتنا جار بيت الاسرة شارع عنقريب ما سليل ولا اي حاجة ما بعرف الحكمة تشنه خدت العنقريب على الحيطة بتاعة بيت الاسرة وكده على سنه قال احنا كنتجهج منه اطلع ينطبق ادي ويمشي تكون طبعا بكون الناس مستنينه من هناك عشان فحصرت فعلا الحجمة مشهورة ديك يعني كده فعلا طلع بالعنقريب ده ما اطلع ما يجي ما وصلوه اذكر حصل ضرب ضمع القصة لكن كده انا سمحت عن الكواريك والتهليل والتكبير وكده راكين علي حاجة فهدي حاجة الحاجة التانية التطور الوصل لذروته لما يوم ارى عمر والذاء يعني كان عيان شديد كان عيان شديد كطفي ليعني وعبدالخمارك الاجتماع فقال لهو حيشوف زول على سنه يجي يشوف عمره كده يتابع يتابع يشوف الولد مغلوق عيانه كده وبتاعه هناك وفعلا مرك دعتنا وقعدت وقعدت به ولا زول جاء ولا زول ضراب قيت بحكم المهنة حقتي فقمت الحاجات الممكنة اقدر اعمله يعني وقعدنا على كده كان ضرب تلفون ده خالق ما ضرب ولا اي حاجة ضرب تلفون رفعت التلفون وحد زولة في الطرفة ثانية قل ليه عبدو فيه انا اضطررتها دي قلت ادب او اساءة يعني عبدو شنا قلت ليه عبدو منو ما في زور اسمه عبدو هنا قال ليه صدو عبدالخالي قلت ليه هو اسمه عبدالخالي ما اسمه عبدو ممكن الناس البيت ده ما عليش حاجة ده ما كان سئان مهم قال ليه انا مامون عوضة بزيت مامون عوضة بزيت اذا ضرب التلفون وقتها كان ماسكا لامنة اول مرة في تلفون تاريخ السودان تتسمى تتشكل مجلسة الامن. ما منعه ضبزيت هو اللي اسس جهاز الامن. لا اسس كان مدير ومسكرة اسس وبنان على الاسس يعني. الحتة دي مهمة جدا دي مكالمة مهمة جدا والمكالمة دي تمت بعد طبعا نجاح المقلاب مائي واصبح واقعه سنة سبعين يعني الكلام بتغريبا. في اخر مارس يعني. في سنة سبعين. ايه بعد احداث الجزيرة. بعد احداث. اه واخر مارس. هنعرف المكالمة دي دعرفها شنوة لكن بعد ان نخرج الى فاصل. شهدون الكرام مرحب لكم مرة اخرى قطع الحديث عند المكالمة المهمة جدا بين مامول عوضب زيت احد ابرز ضباطي انقلاب مايو. واتصل تليفونيا بمنزل الراحل عبدالخالق محجوب ردد عليه زوجة عبدالخالق محجوب دار كلام. وده كان كسنة السبعين ايام الاحداث الدامية في الجزيرة ابوة النباوي. وفي تلك الاجواء اللي كان فيها ايضا حساسية وخلافات اه بدأت تظهر الى السطح بين السكرتير بين السكرتير وبين ضباط مجلس قيادة انقلاب مايو. المكالمة دي ضرب لك اه ضرب لك اه مامول عوضب زيت وقال لك عبدوين وانت قلت له عبدو منو وقال لك عبدالخالق محجوب. ادهر في المكالمة دي شنو قده? اول حاجة ادهر صحيح حاجة هي ما ما عملية اعداء مضايقة ما بين الخارج وعضاء. ما الحزب الحزب. لا ما الحزب. ادهر لك ما كلهم. ما هو يحفر نمير تحديدا يحفر محمد ده تحديدا. ومحاول زي مامول عوضب زيت خالد حزان. ما عضب ضباطي. اهي. نعم. لكن ما ما كلهم حاجة. وبيه فيل يعني شانا الزور يكون اهمين يعني. جدا جدا. فحتى ابو القاسي نزعت الهسة. كان بيجي وبيتحدث بحماس شهيدة في ندوات الحزب الشيوعي. المهم الناس. طيب المكالمة. طيب المكالمة. طيب المكالمة. ضرب تلفون. ضرب تلفون. ياهو ادهر لشي اللي قلته قبل شوية يعني ما فيه معلية التكرار فقام قل لي قلت لي ما موج قال لي والعاوزه ضروري. قلت لي برضو ما اولي. قلت تكلمتي بينفس حار لانه. اه بدان بهدوء تام. لا يعني ما فيه خلافات اصلا. لا ما 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 بينفس حار. ما خلافات ده خلافات ده خليفه وشنوه. ما موجهه لي انا الخلاف حلو الحزب انا حريفة بالحاجات دي. لا انا جزي انت عارفة انه فيه خلاف يعني. بين عبد الخالق وبين. مع مولن يعني. لانه النفس ده نفس زعل. ما ما نفس زعل. لكنه تمام ممكن تقول لي عبده وينه. اوكي. تتكلم رسميا يعني. طيب. فالمهم انه اه اتكلمت معه قلت لي والله ما موجود. قام قال لي والدار ضروري قلت لي برضو ما موجود. وللقاه وين قلت لي والله ما عارفة. ما عارفة. هو مختفي كان. ما مختفي. ما رجل من البيت الاجتماع. عادي. اي عادي. اممم. فقلت لي والله. لسه مختفى. فقام قال لي خلاص يعني لو سمحتي اه في تلف ونات انا بخدت عليك اه اه اول ما ايجي قلت لي قامامون عوضبزير قلت لي اتصل به ضروري. اه. فقلت لي جدا. مش هي جدا. تلفونات تلاتة اظن ولا شنون مهم. فبعدها بي مسافة بعد المكالمة دي بي مسافة ضرب عبدال حالي. اه ها حصل عليكم شنون شنون. قلت لي الله نحن مدى الله قويسين ما اشي الحالي يعني. اه قلت لي اكيد حصل كيت كيت كيت. حكيت له. الحصل دي اه. فقام اه قلت لي قال لك اه تصل به في واحدة من النمر دي. ضروري جدا جدا جدا. قام قال ايو اه بيكون غالبا في موضوع الجزير عبا. اه. طوال قال كده. اتوقع. اه. فقام كعدني لغاية الواطة سبحة عبدال خالق ماجه. الواطة ما شئت ليه قد ربا تضور عبدال خالق ماجه. فانا انزعجته. بالزاد بي خلفية بتاعة اه في مشاكل زي دي. كان منه كان من الانقسامين ما زول معرض. وهو دايما كان الغريبة حريس يقول ليه انا ما بموت موت عادي. انا ما بموت موت موت. يمكن ده واحد من الازباب الخلاني. اكون صام شديد في الاعدامات دي اكتر بالناس يعني. مهم. اولو قد اكده في اندرمان تستكن. في بيته. في بيت عبدال خالي في اندرمان في الشهداء. شهداء كويس. فا. ما جا وانتو انزعجته. انزعجته. انا ما في البيت بس انا واحد بري هو العيان ده والتاني بالداخل. كل تحامل من ده المعيز. فعلي حال لما ما جا هو عنده زول عنده نفرين معينين. بيقول له في اي حاجة بس التصليبون. اتصلت بي اقرب واحد. في يوم. فا اتصلت به. مدر تقول لنا ابنه. ممكن اقوله. اه يعني رحمه الله الراجل العظيم المحترم الصلاح ماذري. اوكي. فا اتصلت به. اقام جاني. فا قلت لي والله اخ حاصر كده 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 كده. اقام قال لي وقيه خلاص. فات مشاه. بعد شوية اتصل بي زول. جاني في البيت زول تاني. قال لي الزول ده عرفنا انه ممسوك. معتقل في الامن. ومحققوا معاه. قالوا على انه. ده مع منذ ذاته. قالوا على انه اكلموا الشيوعين. ما يبمرقوا الموضوع ده يعني. مجرد حقيقي بنسؤل في بعض الحاجات وبنطلق صراحه. لكن لو طلعوا الكلام انه هو معتقل وكده. يعني احنا ما هنقدر نافتك. فقال ليه حصل كده 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 وقال وكده. قال لي انا ما بغرر الامرق ولا ما امرقه. برضو ضربت ليه. ليه صراحة. تعالي. حصل كده كده قلت ليه معلومة ده كده 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 من منه من كده 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 وريته. فا دقيقة يعني. علي حال. بعد ذاك مشيت. المعلومة الشخص اللي ياك ده هو ممور? ما بقدر اقول والله. اوكي خلي. اه فا بعد ذاك في البيت الاسرة مشيت لمحمد. محمد اخو عبدالخارك. الله يرحمه. وكلمته. انت ليه محمد حاصل كده 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 كده. وانا صرفت بالطريقة اللي كنت كأسرة لازم تكون عارب محمد زول واخوه وزهر شيوعي وعبدالخاري بيحتبره زي ولده كمان يعني اثريا وسياسيا وكده المهم. فمن حقه يعرف. فعلي حال. عبدالخاري اليوم ماشى ومرة لا فكوه لا 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 لا. الان جاء انا عرفت علي. عبدالخاري ده نفوت ده مصر. اوكي المنفى. اي. المنفى كان في الغاهرة. نعم. طيب بعد ما ماشى الغاهرة للمنفى هل قدرت تمشي تحصله هناك؟ الحاجة في حاجة مهمة قبال حصيلته. الحاجة المهمة انه هو لما نسافر. سافر طبعا مرج من البيب بمنطلون غميس. المهم ما خلوه لا يتصل حسب كلام عبدالخاري. قال قلت لهم بس اضرب تلفون في البيت. طيب دخلوا احتغلوا. هو لا سؤال ولا اي حاجة. واضرب تلفون طيب للبيت اكلمهم. قال ليه والله تعليم. مامون ما لقى نهائي ولا يجي ولا ولا ورشوه. بس. تم الاتغال. قال لدينا تعليمات لكده كده. وعند التعليمات اللي عندنا انت معت. ولا تكلم بتلفون ولا 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 ساكت طبعا هو راجل زول باله طويله ما عنده مشكلة. هناك. تحكين الغريبة في الموضوع. انه. جاب لهم طيارة لما مشى على. المطار شانو ودوهم بورا. كان في نفس اليوم ونفس الطيارة انه في معاه اه الامام الصادق المهدي. الامام الصادق المهدي معاه امه وزويته. ممم. يعني شوك زكاري انت عندك مشكلة وقلت عن جزيرة ابويه لانا وغير وعداك مع حزب الامة وقلت انت تتغدم وده حزب رجعي. ده ده حموه اي حيا. ممم. مؤشري لانه كمية العداء. وحجم الاستهداف. حجم الاستهداف. فقال لما. لما قال استفزته حاجة يعني. لما انا مضيفته ان اتمنى لكم رحلة امرش. كلام بشكل زي ده. فقال لما نوصل هناك يجوه طبعا هسأل استخبارات طلعوا في الطيارة والاسم والغيره. قال قال سأله. قال ليه الباسفورت. اسمك اسمك منه. قال ليه اسمي. ده قيد ده الكرسي. قال ليه اسمي الكرسي ده ده. قال ليه يعني تقصد. قال ليه في زول. بيسافر. بدون باسفورت غير الكرسي بتاع الطيارة. يا رايس سكت. المهم. تاني غير انه الامام الصادق مشت معه امه زيته. ودوه لسكن يعني. عبدالخالي مش للسجن الحربي. يعني شوف ماذا ليسا. والموضوع ده. كان وراه انور السادات. ما كان بعلم جمال عبدالناصر. بعد ذلك جمال عبدالناصر قال ما قولته الشهيرة انه مصر ليس منفل الشرفاء. وجو زهر عبدالخالي. وهو مروا من السجن المهم. رياض. فدي القضية يعني. طيب هو قال. قال انا. لما جيت السجن ده. بعرفه هو ما كان في مصر مسافة طويلة. برضو من مصر ما كان رجعو اسه ده. فقال عليه قلت انا عارف انه السجن ده فهو احسن اطباء. فانتهزنا فرصة وعمل فحوصات وشنو وشنو. بعد تاني يوم طبعا جاء جمال عبدالناصر وهو ملك مشاهد. طلع. ومشيت الامت في مصر. اه مشيت ليه بعد مسافة. بعد ذلك السجن الحربي طلع. لا هو رسل. قال انا اجي. اي يعني هناك. لكن. خطة شروط. لكن. اه عمر ما ايجي معاك. والولد. والبيت ما يتقفل. اختك وزوجها زوجها زاته كان من الشعين القدام يعني كان المهم في الاخر والقف. وعندي اختي. دير ايجي يقعده في البيت. وعمر يتقعد معاه. ومعاه خالته الملكة اللي هي دي ربته بتحبه كانت شديد. عشان يعرفوا انه انا جزوري باغي في السودان وانا ما بقعد بري من السودان. وفعلا خليت عمر. وكان عيانا تذكر. موجات اختي وجات خالتي الملكة. الله يرحمها الله يرحمهم كلهم. وقعدوا وانا سافرتها مشيت لحقتها. بطرفة حصلت في عمر. عمر اي طرفة اي طرفة عمر كانت لزي جدا فضل. قام بعد ذلك بعد تمت مدة. استعملت باني الاساريب الفاز ده. قعدت يا عبدالخالي يعني عمر ده ما ممكنه الطفل وخلينا عيان وشنو شنو شنو. المهم بعد ذلك اقتنع. قال خلاص عمر يجي اوكي. يجي. افعان يدخليه وزي يعرف انه حيرجع. علي حال. فعمر جاء رسلت باسبورتي لانه كان مضاف للباسبورت حقي. مضاف للباسبورت. جاء معا قريبتي. كان مجموعة جايين مصر لانه شهر اربع وخمسة كان والدنيا يعني السودان ممشي مصر كتير. فجاء معاها السايقاء وهي شعلاء. وجوه قاموا وين هده مضاف. ابوه ما بكتبه بس ايه الاسم. ما بكتبه اسم ابو الزول. المضاف دي. ابوه عمر مين. سكتت ساي تحكي زي. سكتت. الناس المعطب يا جماعة حد يورينا. يا جماعة ما فيش حد يورينا ابو عمر اسمه ايه. بالاخر يعني شوف حد يرهاب. يعني حتى ما دالين يجيب اسم عبد الخالي ولو حتى هم في مصر عشان. ديتماخ وخلوا الناس يعني يصور عبد الخايدة حاجة حتى الناس تخاف من. ففعلا عمر عمر الزمر هاي. طيب قعدت وقدر شنوه هناك معا في المنظر. ما كتير يعني لانه جينا جينا طوالي لانه جاء بعد مايه. اعيادهم كان بعمل اعياد بصرفهم ولا شعب السوداني كدو فيها المهم. اه. تغريبا كان كم شهر يعني شهرين المنفى ولا كم. ما كان شهر اربعة مش شهر اواهل اربعة. لقى صديق المدة كلها كم. ميه هدي. ما قلت رجينا في اخر مايه. اوكي. اول سيبت. اول سيبت. اول سيبت. اول سيبت. اول سيبت. اول سيبت. رجعت سواء رجعت سواء. اه لانه كانت جاءت احتفالاتهم دي ودعو عبدالناصر. اه. وعبدالناصر لو بتذكر ما كان بتحرك ما كحبت ظهور كتير. ايه. فرسل لي عبدالخالق. مشى قابله فقال له يا اخي انا يعني ما داير امشي لدي الاحتفال. لكن انا حامشي عشان اناغش موضوع كده. انه انا عبدالخالق ما بمسكه. انا احنا ما منفى. لو دارين انا حرجع للسودان. انت لو داين انت كده يعني. فانا حامشي قام. قال له خلاص كويس. فعلا عبدالناصر مشى. يوم واحد حضر الاحتفال وجرى اول ما جرسل لي عبدالخالق. عبدالخالق مشى قابله. فقال له اتكلمت مع الجماعة دين وقابله. خلاص يتبعد دا يعني اه ترجع خلاص. ورجع للسودان. يعني كان انا بذكر يوم دا كان مبصول. يعني اول مرة اشوفه اه. تعبيره بالفرحة واصل حد. واصل حد كبير جدا جدا يعني. عشان رجع للسودان. عشان رجع للسودان. حتى زكرها كنت في بقالة. اشتري في حاجات يعني في البيت الاكل اهو. كانوا بيجي من السودان بيجي يعني يزوروا هناك وكده. مثلا لما رجع تجيلا حيقني في الهناي. عشان يقول انه مبسوط انه ماشي. لانه كان في كلام داير هنا. من البعض يعني. انه يحفر محمد كان ماشي الاتحاد السوفيتي. في انه ما خلاص عبدالخالق دا ما يمشي يقابله هناك. ويتفاهم معه وعبدالخالق عنده الغدرة على الناي يتكلم. الحكاية زعلته شديد. فقال التعبير. ودائما لما يدور الكلام يصدل بيقوم ما بعايل للزول لكن بيعمل. قال يعني انا نفوني عشان عيوني عسلية ولا عشان عندي صلعة ولا عشان يسمي عبدالخالق. انا ما نفوني عشان سكرتيري الحزب. انا ما بمشي موسك ولا بمشي اي محلة. وكان رتب انه قبال مع عبدالناصر دا يجي كان في ترتيب لانه يتهرب يرجع السودان يعني بالتهريب وكده. حتى الزول ذاته كان موجود مرة في واحد من المقابلات مع عبدالناصر. فقام بيتكلم معه. قال ليه الله يا بمهنته. تعاو استهربوا عبدالخالق. عبدالخالق ما يتهربش مصر. عبدالخالق يروح بالمطار نوديه نحنا. فديه كانت. رجع عبدالخالق. نعم. رجعت سوء مع بعض ولا انت جيته قدامه. لا انا جيت قباله. قدامه قويس جيت. لانه كان دائري يعني يعني يستكشف ليه. عشان انا استطعي لانه. صحيح. كان بيفتكري انه ما هيطلقه صراحه. محيو. كان في كلام اني يودلي دار ايني في حالة. بدليل انه بعد ما رجع. وده الباقير. ما كان في صلح. يعني طوال من منفى الى منفى يعني منفى داخلي. ده منفى الوطني كمان. بالضبط داخل بلدك. داخل بلدك. كان وين المنفى التاني تجيه. في في الباقير. في مزرعة ناس عثمان صالح. ليه اختارك. يعني والله انا ذات زعلانة ما قدرت اعمشي احضر التعبين بتاع الراحل عميد الاسرة. لا الناس اسمان صاحب. لكن ما عليش. المزرعة حقتهم. اختار الحتة دي عبدالخالق يعني. ما اختاره لا. المطارة بدونها. ها المزرعة مصادرة. المزرعة مصادرة. المزرعة مصادرة. عبدالخالي ما كان عنده رأي واضح. في المصادرات. ايه. انه يعني معافي يعني. يعني. هاله دي اه. ايه. اذا المزرعة مصادرة. وعبدالخالق تم يعني تحديد اغامته داخل هذه المزرعة. نعم نعم نعم. مكث فيها اللي فترة قلت فيه. قاعد فيها مما جاء. اديه زي اول ستة. انا التوارد دي قاعد بها في مزكرات. يعني فترة. 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 شهر شهرين. قريبا شهرين. شهرين. كنت بتنقري تمشي هناك انتي. قاعدت. مشيت ايه. كنت بقعد هناك. مشيت قاعدت ايه. قاعدت هناك. لانه بيجوه ناس كتار. مم. وكدا اتذكر. ناس كتار معنى اجتماعات يعني مثلا. لا ناس بيجوه من الاغالي بدارين يسلم عليه وما كانت زيارته ممنوعة. زيارته مفتوحة. ما كانت ممنوعة. الاجتماعات كان بيتم ولا برضا ممنوعة. لا 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 ما في. يعني طبعا. اغامة جبريل. المهم هو زاء موجود. وشهرين قاعدين يجوه يعني. كويس جدا. وهل كان في ايه زول من الشخصيات المعروفة دي. يجب الضباط نميري خالد. بيجوه? يجع مامون عوضة بزيد ومعاه واحد تاني من يعني. كان بيجوه يعني. اه منو منو التاني اه افتكر. خالد. حالد. حالد. المهم كان. حتى. لما حاشم. ده ناس حين ذات مكانه المهم. علي حاجة زي دي يعني. اوكي. فقام اه قال له انه. اه هو طبعا مرات بيجيب الكلام بال باللفة كده بس. فقام من الجوش يعني يجدوه امه يعني. فقام قال لي يا ولد. جيب لهم من مويت الخرطوم ما جيب لهم من مويت الباقذل. لانها ما نضيفها وكلها فيها امراض. طيب الجاية بتاعت ما مو كان لي علاقة بحوار وتفاوض ولا الغرض لناس. ولا اي شي بس جسط نبضة افتكرنا. بيفتكروا يمكن يعني اوداننا في ناودة هديد ممكن اوديك محلة تانا غادي خليهو. يعني يتراجع او كده. فالجوش يشافوه يقول ياهو زهاته. طيب بعد ذات طلع. من اللغام الجوش. حصلت حملة كبيرة جدا جدا. الغريبة الهناية بتاعاتها كان زكتها كان فتشتها جدا. كرت فوق صورة عبدالخالق وورا وطلع صراع عبدالخالق. وعايدة عايدة عبدالخالق. كانت حملة كبيرة شديد على مستوى السودان يعني. من الحزب الشعي. من الحزب الشعي من الدموراطين ومن الناس كتارة الاصدقاء. كانت يتنظم تماما غابات طلاب الشعب المهم نساء. فكان في مدني. لميري معاش مدني جحفر محمد ده معاش مدني. وليه حاجة زيارة. فديل طوال يواجهوه بالشعين الأفتاة. عايدة. الهوتاف كان عايد عايدة عايدة عبدالخالق. معايد. معايد. فالمهم انه في العاخر عبدالخالق عاد. اطلعوا صراحه. طيب. اطلعوا صراحه يعني بسبب الضغوط دي. ولا بسبب الوصول معاو لنقطة تفاول حوار يعني. ولا الوضع كما هو يعني موغف هو موغفه. ولكن تحت الضغوط دي طب ما يطلق صراحه. لانه استمر القصة وبعد ذلك حصل ما هو اسوأ. موغفه اذا استمر في موغف. بل ممكن يكون عمل صعب. عبدالناصر. صعب. هم دارين اكسبوه اكسبوه. اكسبوه. لكن مش عاوزين اكسب عبدالناصر حصل فيه وشي ما بعرف خوفون من الحكاية دي. خلاوني يعني يتراجعه الى حين. الى حين. هو في موغفه لكن. رغم ان يتراجعه الى حين. اصلا 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 بالعكس ما اصلا. الحصل لين شنو بعد ما احددوا اغامته اطلقوا صراحه. المضايقات استمرت. ولا جاي البيت عادي ومارس نشاطه السياسي. جاي البيت. جاي البيت. جاي البيت. وكان قاعد في البيت الى انجهت القصة بتاعة. القصة بتاعة الان. قصة الاحتغال عبدالخالق لما حركة تسعتاشر يوليو ما كان في شدرة. ما قام اعتقل لما اعفو بعض اعضاء غياد مجلسة. عبدالخالق تم احتغاله. جزول بلغه. قال ليه بالمناسبة انا بديه جايينك وكده ووقتها كان هنا سألو. انه جايينك وكده هيحتغلوك. يعني جاهزين شان تختفي وكده. قال لا ما بختفي. لا سكت مسافة كده. قال انا قررت ما اختفي. ما اختفي. حنتظروا نجو. وفعلا نجو سعقو. احتغلوا الاحتغال ودوه السجن الحربي الهسة قصر الشباب والاطفال. فيهم درمان. دي حتة قاسية شديد. يعني زنزانة. كان راقت وده كان الشتة دا كان السنة دي كان شتة فظيع شديد. داعت في الواطن وارض خرسانة غيره وحاجات معاملة قاسي شديد ممنوع ما يتكلموا معاهم. ويعني مرض مرض شديد. داخل السجن الحربي. داخل السجن الحربي يعني جاه والتهاب رئة يعني جاه مرسولي دكتور. تابع للصلاحة الطبي على سنه وكان يشوف الزول ده وكده ما شاء. قال هاي عيانه وكتب له ادوية. بعد ذاك اه مفضلكم في متابعة حرفت بكت سيئة. انا في تقديري الدكتور المشكلة في الاول ده حسب انها دي مسؤولية وتاني هم عمي مش يشوف المهم وده دكتور اخر. الاول انا ما بقول اسمه. لكن التاني بقول اسمه رحمة الله عليه يعني بقدري ما اعطاه. اه عبد الرحمة الدرديري عبد الدرديري. هاي وكان في السلام. تابع حالته في المرة تاني. محدد انه الزول ده حيموت. ام. اذا ما حوله لقاء عي ورعاية وفعلا تم تحويله من السجن الحربي اه زلزلات السجن الحربي للشجرة. اذا عبد الخالق تم نقله من السجن الحربي بناء على توصل طبيعي بانه حالته الصحية. كانت ضبطة على شديد فعلا. اه. فتم نقله لسلاح الزخيرة. في الشجرة. نحن هنواصل ولكن بعد ان نخرج الى. مرحبا بكم مرة اخرى. نحن توقفنا عند محطة نقل عبد الخالق محجوب من السجن الحربي بن درمان الى اه معسكر الشجرة اللي هو المدرعات يعني. او سلاح الزخيرة. وهناك ايضا تم تحديد اقامته. يعني برضو اعتقال. هل قدرت الزروب هناك انت? كل حاجة ما كان اعتقاله ولا تحديد اقامه. كان يعني حاجة انا ما شفتها بحصل ولا في العالم. يعني زول مخطوط في اوضر. مكفولة عليه. ممنوع حتى الحرصة القدامه الباب ما يتكلم معه. وده جحفر ده قال لهون. ما في زول يتكلم معه. الزلده زي السحر كانت تكلمته معه بقلب رايكون. اه. ما في جرايد. ما في اتصال. ما في زيارة له اسرته. بس كده. عزلة تامة. عزلة تامة لكن فوق راي. حسب تحليلاتهم هما. بعض الاطباء بتاعينه. وانا علمت انه برضو الداخل فيها اطباء من بعض المصريين. قلت ليه كان هو رسالات كان. المهم. انه الزول لما يعني يتم. يكون قاعد في عزلة تامة. لفترة محددة. بيفقد الزاكرة. يعني ما بيكون هو ذاته. فهو ده كان قصدهم من العزلة. حلس انه من انتهي. قام طلب اه مامون عوضة. مش هزاره. في متقل. حسب رواية عبدالخاري. فقال يعني كان بيتكلم معاه. على اساس انه. بالنسبة لي زي الاختبار. انه واعي. والتحمل. غيب. غيره. بقصد كان بيرده ليه. لغاية اي يوم كده. ما جيته في اليوم كده. المهم وراه انه. هو عارف التاريخ. لانه ما قاعد عرف انه. يعني معنات انا ما بحاجة بتهدني. كان حبستوني. كان وديدوني. رحت طلباته. فالمهم. فقام يعني غلّف الزيارة. كانه طبعا احنا عارفينك التزور ما بتستحمل تقعد بدون قراية وكده. فتوريني الكتب الانت عاوزة يعني عشان نجيب ليه كده تقراها. اتذكر واحدة من الكتب اللي كان عبدالخالي طريبة اسمه دي برضه عندها قصة. دا كنازيان ايكونومي. الكنازيان ايكونومي دي جينا نفتش. لكانه طلبة اصلا مننا يعني. مني عشان نجيب. مكتبته في بيت. لا لا ما في مكتبته. كان جيدا انه كان بيكتب كتابات بيحضر للمؤتمر الخارس. نكون واضحين يعني. فكان مهتم بالاقتصاد وكان بيقعد في المكتب بيقري للغيسوني. عبدالله من غيسوني برضه في اقتصاده. انا بجيبك الرأس بسيء الغصاصات بخطها فوقه. فعليه حال. انا عدة مشيني بتاع المكتبه في فندق فيكتوريا في شارع القصر. كنازيان انا ومعي زول تاني زميلها يا الكنازيان ايكونومي. يعني احنا شناها من كينيا من غيره. طلع في الآخر لا زول الكاتف وعليه اسمه كنس. المهم. فهدي يعني 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 داره الرواحيون احنا متخلفين هو بس يجاد قبر الحياة. المهم. فجابني الزمن داك فيه الكومر. كومر الكبير داك يبقى هسه دفاره. فقاموا نجوهم ضباط معاهم. شو قاموا قال لي والله احنا ملا سريع. عاوزين نشيل على المكتبه لانه دارين ودوالي عبدالخالق عشان يقراه. قلت لي عاته مكتبه. قال لي وانا اساسا عندي خبر انه ان الناس دي جايين على اساس. يعني ما فهو جيته يعني. فقلت ليه شوف امشي قل ليهو. نعماتي قالت ليك وما بتديك المكتبه ديتها دفحت عليها. وبالتالي ما بتديك لها. قانده الكتاب ولا كتابين ده موضوع تاني. رفضت هدون الكتاب. رفضت هدون المكتب. ما كتاب. هون قال يشيلوا المكتبه. مكتبه كله. اه. هو واحد من الاشيار محضر لنا الجماعة دي لك التانيين انه ساعمين ديت. انه المكتبه وكتابات. طيب كويس جدا. كويس جدا. اذا عبدالخالق في اه الحبس او في المعتقر او في العزلة داخل اه الشجرة الدرعات او سلاحة زخيرة. وبعد ذات توالت الاحداث عاصفة. يعني الكلام ده قبيل انقلابها اسم العطب شوية. الاحداث اللي حصلت. والمواجهات الدامية. عبدالخالق اه يعني يعني جات فكرة تهريبه من 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 المعسكر بتاع الشجرة. وبالفعل تم تهريبه. وتم اخفاه في مكان لا يمكن تصور بشر. وبعد ذلك وقع انقلابها اسم العطب من ثلاثة ايام المشهورة. تزعتاشر وعشرين واحد وعشرين يولي واحد وسبعين. وبعدها رجع لميري للسلطة. وحصلت محاكمات الشجرة الدامية. محاكمات العسكرية المشهورة. تلك قصة اخرى فوغ الخيال. انت بتملك الكثير جدا من معلوماتها واسرارها. نحن هنتكلم عنها ونفرد له حلقة كاملة. لانه زمن هذه الحلقة انتهى. المشاهدون الكرام اشكركم على حسن. المشاهدة سنواصل في حلقة اخرى كي نتعرف على الجزء الثاني.